أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوك من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتلبية جاء ذلك خلال اللقاء وزير الكهرباء مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بليديس والوفد المرافق لها وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء والطاقة بالبلدين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بينهما وخلال اللقاء أشار محمد شاكر إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان